ما حكم زيارة تارك الصلاة في مرضه أو محاولة علاجه والسعي لذلك أو تشيع جنازته إذا مات أما مسألة زيارته والسعي في علاجه إذا كان هذا سبباً لهدايته ودعوته إلى التوبة والرجوع عما هو عليه فهذا شيء طيب فأنتم تزورونه وتنصحونه وتدعونه للتوبة لعل الله سبحانه وتعالى أن يمنى عليه بها وتكون سبباً في ذلك ويختم له بخير إن مات وإن شفاء الله من مرضه تكون سبباً في استقامته واهتدائه في بقية حياته وكذلك السعي في علاجه إذا كان هذا يترتب عليه أو يرجى منه أن يؤثر ذلك على سلوكه وتوبته ورجوعه عما هو فيه فهذا شيء طيب أما اتباع جنازته إذا مات وأنتم تعلمون أنه لا يصلي أبداً يترك الصلاة نهائياً متعمداً فهذا لا يجوز لكم اتباع جنازته لأنه بذلك يكون كافراً يكون مات على الكفر والكافر لا يتبعه المسلم لا يتبع جنازته المسلم ولا يصلي عليه بل ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا ثبت هذا ثبت أنه لا يصلي أبداً وأنه ترت الصلاة متعمداً ومات على ذلك فإنه مات ميتة الكافر والهياذ بالله فلا يجوز اتباع جنازته بارك الله فيكم